بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء 11 من الفصل الخامس لمكرر نظم التشغيل في الجزء ده جماعة هنبتدي نتكلم عن مميزات السجمنتشن هل السجمنتشن لها مميزات تعال نشوفها مع بعض بنقول advantages of segmentation يعني مميزات السجمنتشن نشوف مع بعض كده رقم واحد من مميزات السجمنتشن دي view of memory is the user's view أصبح دلوقتي رؤية الذاكرة من وجهة نظر مين المستخدم طيب إيه كمان segments are protected from one another يعني إيه أصبح كل جزء في برنامج المستخدم معزول عن التاني محمي من التاني مفيش segment يقدر يتعمع مع الآخر segments are protected from one another إيه كمان رقم ثلاثة sharing segments is logical and easy أصبح مشاركة فين في السجمنت من كبل مين من كبل اللوجيكل من كبل اليوزر أصبح من الممكن المشاركة للسجمنتشن يتشاركوا مع بعض وأصبح الموضوع أسهل لأنه بقى في ايد اليوزر دلوقتي sharing segments is logical and easy إيه كمان يا جماعة as with paging وجزي بالظبط ما احنا ذكرنا في البيتجينج كان implement protection using valid and invalid bit رقم أربعة من الممكن كمان ان احنا ايه نوفر الحماية عن طريق ان احنا نضيف ايه الbit la valid أو invalid جميل نقول مع بعض تاني رقم واحد ايه نحن ن شوف الممرا كأنها من وجه نظر من المستخدم ال user تبقى وايه كمان ايه ايه رقم اتنين segments are protected from ايه وانا نظر يعني احنا بنحمي السجمنت من بعضها البعض وكمان sharing بقى سهل اصبح easy ليه لانه بقى من وجهة نظر المستخدم المستخدم له دلوقتي ان يعمل كلام دا بسهولة رقم 4 ممكن نضيف نوع من أنواع الحماية عن طريق invalid و invalid bit طب هل لها عيوب disadvantage اقول فيها عيوب ايه هو ان احنا لا نستطيع التغلب على external fragmentation اه يعني external fragmentation can be a problem طبعا قبل كده البيتجنج كان بيبقى فيه ميزة اللي هو ايه كان بيتغلب على external fragmentation هنا في segmentation ما نقدرش نتغلب على external fragmentation طيب ايه وجهة نظرك انت هل ممكن فيه حلول للكلام ده؟ اه واحد انا سامع واحد بيقول ايه؟ طب ايه رأيكم ما نجمج segmentation مع البيتجنج هل ينفع؟ اه تعال نشوف رأيك صح ولا لا؟ صح مظبوط segmentation with Beijing يعني من الممكن بقى ان احنا نستغل مميزات segmentation ده جماعة مع مين؟ مع البيتجنج علشان ايه؟ علشان ناخد system قوي يقدر ياخد مميزات segmentation ومميزات البيتجنج مع بعض مش كده؟ بالاضافة لمميزات segmentation احنا قلنا دلوقتي هنقدر نتغلب عن external fragmentation لو في بيتجنج كمان مش كده؟ اه هنا بقول ايه؟ modern computers يعني الكمبيوترات الحديثة use a combination بيستخدم دامج ما بين مين؟ segmentation والبيتجنج جميل تمام؟ هه؟ وبنقول ايه كمان يا جماعة؟ ان احنا بهذا الدامج بنقدر نحل مشكلة الايه؟ external fragmentation solve the external fragmentation problem باي بيجنج زي the segments يعني بنعمل تصفح ليه الاجزاء اللي ايه؟ اللي من قبل اليوزر هالي السيجماكس طيب بقولك مثلا على سبيل المثال الانتل بنتيام بيعمل الموضوع دا ودي يعني بص على شكل قدامك ده بقولك السي بيو هه؟ بينشؤ منها ايه؟ biological address بيحصلها segmentation بتدخل على segmentation unit وبعد كده بعد ما بتدخل على segmentation unit بتدخل على paging unit كمان وفي الاخر بن ايه؟ بنخصص physical address اذا physical address دا بيمرل بمرحلتين دلوقتي segmentation و paging معايا؟ جميل اذا في الحالة ديت اقدر رحصه على physical address بوجود segmentation unit و paging unit تدمج ما بين مميزات segmentation و paging والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته